يوم الوطني للصحافة هني أهلكم ولنا جميعا جميعا أكيد بداية أستاذ عيسى بن عقون خلينا نستهل الحديث عن هذا اليوم الوطني للصحافة 12 من شهر أكتوبر من كل سنة بداية بأهم المحاولة تركز عليها رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفليقة في رسالته والذي قال بأنه أو شدد على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والانحرافات ما هي الأوجه التي يجب أن نركز عليها لكشف مختلف النقائص التي يعيشها اليوم المجتمع الجزائري أقولنا أنه هناك وهنا كل الأسر الإعلامية بما فيها أنا شخصي لأنه كنت صحفي بالإذارة الوطنية لمدة سنوات على العيد السابع بعد يقرار السيدة رئيس الجمهورية تاريخ 22 أكتوبر كتاريخ وطني للصحافة والإعلام يعني مرافقة كذلك كسيرا على نفس الخطاء لليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 من المائم كل سنة هذا العيد الوطني السابع في الحقيقات جاء يعني في ضمن مراحل ومنجزات وطنية سابقة وحادية ولحق وهذا ما سوف يجرون الحديث على أهم النقاط التي ركزت عليها ركزت عليها لسنة السيدة رئيس الجمهورية بهذا اليوم الوطني وهو في الحقيقات تاريخ 22 أكتوبر هو التاريخ أولا ثوري وتاريخي باعتبار أنه هذه علاقة بتأسيس جريدة المقاومة الجزائرية في 22 أكتوبر في 1955 وما قام به الإعلام أن ذلك أو الصحافيين الجزائريين في إيبان الثورة التحليلية بأدوات ووسائل بسيطة جدا وعدد قليل من الصحافيين وكذلك من حيث حتى التعداد سواء البشرية والتقني الذي أعطى كبير دبع قبيل للطرورة الجزائرية وخلها أولا تلتث عليها الطبقات الشعبية وكذلك إعطاء وإخراج صوت للجزائر الحرة إلى العالم والدعم المعنوي والمادي الذي تلقته بعد ذلك من القوى الحية في المجتمع الدولي رسالة الرئيس الجمهورية بهاليوم الوطني للصحافة بدأوا أولا بالتركيز على دور الصحافة من حيث الوكبة التاريخية كما سبق وذكرت لي عن علاقة بأثورة تحليلية بعد ذلك يتكلم على الأساس أن الصحافة قامت بدور كبير في بناء الدولة الجزائرية الحديثة الرئيس الجمهورية الآن توقف كذلك إلى دور الصحافة في استمرار وتثبيت الدعاء من البناء والتنمية وهذا يعني في الحقيقة النقطة الأساسية التي نعيشها وخصوصا لما أدعى رئيس رئيس الجمهورية كل وسير الإعلام وعلى رأسه الصحفي المحترف والصحفي يعني الذي يقوم بدور مهم جدا في إطار دعم السياسات العمومية والمساهمة في كشف الانحرافات الكثيرة التي قد تعاني بها فيها بعض المجالات في الجزائر طيب السيد هل تعتقد بأن هذا راجع إلى الرهانات والتحديات التي أصبحت اليوم تواجهها الجزائر على أكثر من صعيد اتحدثنا عن الصعيد الاجتماعي الاقتصادي الأمني هنا يستوجب أكثر أن يكون الإعلام في خدمة المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن كل الأمور التي بإمكانها أن ترسم أو تصف الصورة السلبية للواقع المعاش كيف بإمكاننا أن نحقق ذلك بنظر إلى الامتيازات التي أصبحنا اليوم نشهدها في مجال الإعلام من خلال التعديلات الأخيرة في الدستور التي تعمل على تطوير إعلام وطني احترافي نعم هذا ما تؤكد الوقاع وطبعا رسالة سيدا سمتتحدث على ذلك الوقاع التي عاشت الجزائر يبن الحقب السوداء في ميخص العشرية السوداء لعهد الإرهاب فالقطاع الكبير الذي قام بدور كبير للحفاظ على الوحدة الوطنية وأجمع كل القدرات والقوى الحية في البلاد وأدعاها لرفع التحدي أمام الغطرص الإرهابية المتعددة والمتعددة للأطراف سواء داخلين أو خارجين وكانت كذلك الإعلام هو أهم قطاع لأنه لإعطاء الدفع قبير إلى جانب القوات الجيش الوطني الشعبي وسلاك الأمن المشترك كانت قوى الإعلام قوة كبيرة لفهمة الجزائريين ما معنا أنه تسمح للقوى القوى الظلمية أن ذلك الإرهاب لتحطيم الدولة الجزائرية طبعا الإعلام منجح بمرافقة كل قوى في البلاد بما في ذلك القوى الأمنية والإعلام على السلسل الآن طبعا العالم عرف تحديات عرف تكنولوجيا عرف تطور كبير فيما يخص الوسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا والفضاءات التكنولوجية المسموحة الآن للمرئية والفضائية لأصبحت أنه أصبحنا في قرية صغيرة يعني العالم لما يتكلم على الأساس أنه يتكلم أصحاب العلاقات دولية على الأساس أنه أصبح كل قرية صغيرة كذلك من ناحية الإعلامية أصبح قرية صغيرة فلا تحدث مثلا حركة واحدة صغيرة في أي مكان في العالم إلا ويكون الإعلام يلتقطها العلاقات الدولية حتى أنه بعض القضايا التي تكون ربما تكون مختفية تكون ربما أن بعض الدول فيه نوع من التغطية نوع من الحج على المعلومة الحج على بعض القضايا يكون الإعلام هو الذي يترسطه والذي يظهره إلى العالم نأخذ مثلا بعض الأقليات المظلومة في العالم مثلا قضية الإيغور والأقليات مثلا البورما المسلمة إلى البورما وأن كل قضية المظومين في العالم وحقوق الإنسان ما كان إنما كان إلا لول الإعلام ومرأة تعاكسة يعني يعني نجد قضية على اختلافها لولا التركيز الإعلامي لولا موشيط الإعلام لهالقضية ما أستطيع على أرض الواقع كذلك نعود إلى نقطة أخرى سيد عيسى بن عقون جاءت ضمن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة هذا اليوم الوطني وقال بأن يجب أن نكون حرسين على سلامة ترابنا الوطني وهذا لا يخفي للجميع بأن نتكون هناك أي مؤامرة أو مناورة سياسوية كلما اقتربت الجزائر من استحقاق سياسي أهم اليوم ما الدورة المنوط لمختلف وسائل الإعلام باختلافها سواء كانت سمعية بصرية أو كذلك الصحفة المكتوبة في العمل على رسم ورقة طريق تكون واضحة المعالم بالنسبة لهذا الاستحقاقات القادمة نعم المفاهم الأمنية الآن في العالم تطورت المفاهم السابق كان هو المفاهم الأمنية المتعلقة بالسلاح والدفاع يعني بالألواع المختلفة للأسلحة الخاصة بالدفاع والهجوم الآن المفاهم الأمنية تطورت فيها المفاهم الاقتصاد المفاهم الأمن المفاهم المناخ المفاهم البيئة ومن ذلك مفاهم الأمن من ناحية الإعلامية والاتصادية فالآن نحن الآن في مربع في شمال إفريقيا تحيط بلاد إلى كثير من التهديدات الأمنية من خلال الجريمة المنظمة. من صور الجريمة المنظمة. المخدرات والسلاح المنتشر هنا و هناك. الهجرة غير الشرعية. كذلك محاولة ضرب الوحدة الوطنية. محاولة ضرب المجالات الأمن الوطني. هذه أشكالي يقوم بهات. تقوم به الأجهزة الأمنية وإجهزة الإعلام والإتصال. الآن أنا شخصيا أعتقد جازي من ومؤكد على أساس أنه وسير إعلام المنظمة للإتصال المختلفة والمتطورة تقوم تقريبا تقريبا بنفس الدور التي تقوم به الأجهزة الأمنية. فالأجهزة الإعلامية وخصوصا طبعا مولد البشر المتمثل في الصحفيين والمهتمين والمحترفين في قطاع الإعلام والإتصال هم الذين يترصدون كل معلومة وكل حركة تمس بالأمن الوطني. إن في كل المجالات فيكفي لرجل الإعلام والإتصال أن يبث معلومة عن طريق القنوات الفضائية والجرائد للجرائد المكتوبة أو للقنوات المسموعة إلا وتتحرك الأجهزة الأمنية لإلتقاد تلك الإشارات وتلك الإرساليات لتحقق في ذلك الأمر. وكثير من المرات وفي غالب المرات تترصد تلك القلية وتجدها حقيقة وتترصدون وتقضي عليها ومن ذلك تحافظ على الأمن الوطني. هنا يبرز الدور الدور الإيجاجي لوسائل الإعلام. يعني تعمل جنبا إلى وسائل الإجهزة الاستخباراتية والإعلامية سواء في بلادنا أو في كل دول العالم. طيب السيد كذلك بالنظر إلى مختلف المراحل التي مر بها الإعلام سواء الصحفة المكتوبة أو الصحفة المرئية خاصة بعد تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري عام 2016 ينتظر تنصيب لجنة ضبط الصحفة المكتوبة قريبا وهذا طبقا للقانون العظمي المتعلق بالإعلام. طيب لما يكون هناك الجمع مبين حرية التعبير من جهة وكذلك تكون هناك قوانين ضابطة لهذه الحرية ومارستها على أرض الواقع هل بإمكاننا أن نصل إلى إعلام وطني احترافي بدرجتان يخلينا في أريحية وبإمكانه أن يرصد مختلف المتغيرات الحاصلة على الشأن الوطني وكذلك على الشأن الخارجي. نعم الحرية للصحفة والإعلام مكفولة لكل الصحفيين وكل المشتغلين في قطاع الإعلام والانتصال بشرط أن لا تمصل للحياة الفردية للشخاص فقط. هذا إنه على مستوى للقوانين الجزائلية والقوانين في كل الدول المتقدمة وفي كل دول العالم معروفة لأنه حتى القوانين الجزائلية كدولة حديثة في عالم الإعلام لأنه باعتبارنا أنه دولة مستقلة في سنة 1962 كل دولة العالمية لعندها تقاليد عريقة في قطاع الإعلام عندهم قوانين على أساس أنه ترافقه في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير ولكن هناك خطوط يعني لا يمكن تجاوزه فيما يخص الكشف على القضايا الخاصة والحرية الأفراد لأنه حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين هناك حرية الشخص تنتهي عند حرية الوطن حرية شخص تنتهي عند أمن الوطن لا يمكن التحجز باسم حرية الإعلام والاتصال وحرية التعبير للكشف على القدرات مثلا الخاصة بأي بلد سواء نخل مثل أمريكا نخل فرنسا نخل مثل الدول اللي عندها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي اللي هي الدول العظمى الخامية اللي الخمسة لا يسمح لصحافية ومحترفية للكشف على الأسرار التي تخص المنظومات الدفاعية ومنظومات السلاح ومنظومات الأمن الوطني والقومي لهذه الدول إذن الصحفي محترف لديه حدود فيما يخص يعني مجالات حقوق للإنسان وحقوق الرأي والتعبير على القضايا ويبدأ الملاحظات ويبدأ رأي ولكن هناك حدود على أساس عدم المس بالأمن الوطني القومي وعدم المس بأمن الأشخاص وحرياتهم لأن اليوم نشهد على الصحة الإعلامية كل ما أصبح يحدث يقول لك باسم حرية التعبير لكن هناك خطوط حمراء يجب أن لا نتجاوزها حتى نتسم بالاحترافية في مجال الإعلام ولابد أن تكون هناك مجموعة من القوانين ومجموعة من الضوابط بإمكاننا من خلالها أن ندير هذا العالم ما يتعلق بعالم الصحافة بكل جدية واحترافية أكثر حتى الصحافة العالمية الصحافة السلمان المعروفة بصحافة التحقيقات فلا يجب أن تذكر الأشخاص يعني هي مفروضة أن تقدم الأرقام في قضايا الفساد في قضايا تتجاوز الحقوق تتجاوز القوانين تتجاوز الأطر تتجاوز القوانين تتحفظ فيما يشبه لا يبدو أنه لا تتعرض إلى قضايا الأشخاص أمور الشخصية لأن الأمور الشخصية من الذي يحق له التعمق فيها والتحقيق فيها هي العدالة يعني هي السلطة القضائية التي يحق لها باحتكام سلطة القانون وضبطيات القضائية التي كذلك لديها الحق في تحقيق الأمور الخاصة والدقيقة لتعلق حتى بقضايا الأشخاص أستاذ نقطة أخرى نجد اليوم في ظل تطور التكنولوجي نجد أن الواقع الإلكتروني أصبحت اليوم تأخذ حيز كبير من اليوميات ومن يوميات كذلك المواطنين هل نستطيع القول بأن اليوم هذه المواقع الإلكترونية بإمكانها أن تكون للصحفة المكتوبة من جهة وكيف بإمكاننا تكييف وسائل الإعلام مع المتغيرات التي تفرضها أو يفرضها اليوم عهد الرقمنة الثورة التكنولوجية في الحقيقة هي نعمة وفي النفس الأوقت نقمها نعمة لدول المتطور التي تتحكم في هذه التكنولوجيا ونقم على الدول الضعيفة الدول السائلة في طريق النمو التي لا تتحكم في هذه التكنولوجيا تبع أن تبقى دائما هي ضحية الاستعمال المفرط لتكنولوجيات التي قد يضر أو قد تضر بأمن هذه الدول الضعيفة إذن لابد من هذا الدولة ضعيفة أو السيدة في طريق النمو والجزائر نحن من هذه الفئة علينا مواكبة هذه التكنولوجيا والتطور والبحث فيها والاستثمار فيها يبقى أنه هل يمكن لهذه الفضاءات الإلكترونية والصحافة المفتوحة الفضاء الإلكترونية أن تقضي مثلا على الصحافة المكتوبة والمرئية هذا نقدر نقول لك غير ممكن لأن الشخص دائما في حقيقة تقليدي وإنسان مرتبط بالأمور التي عندها نوع من الاهتمام بالشخصية والمهوية فتبقى دائما موجودة نعطيك مثلا الأتباعة الرقمية وأتباعة لما ظهرت في القرن التاسع عشر وظهرت مثلا في العالم وظهرت كذلك في العالم العربي في حدود سنة 1880 في لبنان أبقى الكتاب لحد الآن موجود وكتاب لحد عنده أصدقاء وعنده جلساء باعتبر أنه الإنسان دائما مرتبط بتقليب الأوراق ويتأكد فيها حتى إذا كان فيه تأثير كبير في الفضاءات الجديدة وخصوص مع الجيل الجديد من الشباب أنهم يتم الكثير بالفضاءات ولكن يبقى دائما أن الجرائد المكتوبة والقنوات المرئية وما شبه ذلك التقليد التي نعيشها الآن عندها دور كبير طبعا يكون فيه بمرافقة وإنما استعمال التكنولوجيا لصالح هذه الوسائل الإعلامية أو الصحفية والاتصالية حتى يمكن أن تكون هناك مواكبة ومرافقة طيب كيف بإمكانها أن تكون المرافقة سيد عيسى بنعكومة بين كل من المواقع الألكترونية والصحفة المكتوبة خليها تكون الند في مجال تنافس إعلامي نعم استعمال التدريب والتكوين للأطر والموارد البشرية التي تقوم بالتسيير هذه الأدوات وهذه الوسائل طبعا لأن الصحف المهتم سواء في القنوات المرئية والمسموعة أو الجرائد المكتوبة للمقرؤة فيجب أن العطر البشرية والموارد البشرية التي تقوم على أداء وتسيير هذه الأدوات والوسائل والقنوات والجرائد والوسائل أن تقوم بالتكيف مع الواقع التكنولوجي من خلال التدريب والتكوين على هذه الوسائل واستعمال منتها التقنيتين والطريقتين نكون دائما أمام التحكم في هذه التكنولوجيا والتحكم في عالم الإعلام والاتصال خدمة للبلاد والعباد والوطن والمستقبل بحول الله جزيلا شكرا لك الأستاذ عيسى بن عقون الأستاذ الجامعي على كل هذه التفاصيل والتوطيحات التي قدمتها شكرا وأعيد سعيد لكل الأوسائل الإعلامية في الوطن وفي العالم العربي وفي العالم أجمع شكرا لك أستاذ ويوم موفق بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر